أهلاً أحبائنا نواصل حديثنا عن العشاء الأخيري وهذه كانت طبعاً الفترة الأخيرة قبل صلب المسيح ساعات مهمة جداً ليسوع لكي يختلي مع التلاميذ الوجب أحبائي مثل ما ذكرت يعني بيتذكروا خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية فشيء طبيعي لازم أهم يعني ما في الموضوع هو الخروف خروف الفصح يذبح وبيتناولوا مشوي وهذا طبعاً الخلاص من العبودية بواسطة الدم المرشوش على الأبواب مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم فلازم تقدم هذه الذبيحة تسمى ذبيحة الفصح الشيء الثاني المهم جداً في الوجبة الخبز الغير مختمر لأنه مش رح ينتظروا حتى يختمر فكان لازم يمشوا يأكلوا الوجبة ويمشوا بسرعة الشيء الثالث اللي بيتناولوا في الوجبة عادة بحسب التقليد اليهودي الماء والملح طبعاً الماء والملح بتذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال فترة العبودية في أرض مصر وطبعاً بتذكرهم في عبور البحر الأحمر أو بحر صوف ثم أحباء مع الوجبة بيتناولوا أعشاب مرة بتذكرهم في مرارة العبودية وطبعاً مع الأعشاب في الزوفة نبتة الزوفة اللي كانوا بيغطوها أو بيغمسوها في الدم حتى يرشوا الأبواب حتى المهلك لا يهلك الإسرائيليين بل يقتل أبكار المصريين فالدم يذكرهم بحماية الرب لهم فبيتذكروا هذا الشيء ثم بعد الوجبة بيتناولوا قطع من الحلوة وطبعاً كل شيء بيتناولوا له الذكرى قطع الحلوة هي عبارة عن قطع من التفاح والطمر والرمان وبيخلطوها في المكسرات مع عيدان القرفة وكلها بيخلطوها في بعض بتذكرهم كيف كان الشعب إسرائيل يخلط اللبن أي الطين القش والطين حتى يقوموا في البناء فهذه كلها بيحطوها على الترابيزة على الطاولة بتذكرهم في أيام ومرارة العبودية ولكن من ناحية تانية بتذكرهم في الحرية شيء مهم جداً في الفصح إنه بيتناولوا أربع كؤوس من النبيذ وكل كأس إلو رمزه طبعاً والكؤوس الأربعة بتذكرهم في وعود الرب لشعب إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7 شيء آخر بيعملوا وهن في الشركة وجلسين في العلية بعضهم مع بعض بيقوموا في بعض الترانيم والتسبيح وهذه التسبيح مأخوذة من المزامير اللي ترنم بأيام الفصح من مزمور 113 حتى مزمور 118 وطبعاً بما إنه المسيح جلس مع التلاميذ أهم ما في الموضوع هو الشركة المقدسة وهم جالسون على المساند أحدهم مع الآخر ولكن في هذا الفصح أحبائي أعطى المسيح معنى جديد الخبز الغير مختمر والكأس الكأس النبيذ اللي هو بداية عهد جديد الخبز الغير مختمر بيذكرنا في خروض شعب إسرائيل بدون الخطية الخمير يرمز إلى الخطية فجسد المسيح كامل بلا خطية بلا عيب والنبيذ أو الكأس بيذكرنا طبعاً في دم يسوع المسيح في هذا الفصح أعطى يسوع معنى جديد فطبعاً هو ترمز إلى جسد المسيح الكامل وبلا خطية ودم يسوع المسيح فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم الحمل بلا عيب ولا دنس الذبيحة الكاملة النهائية بلا عيب ولا دنس ذبيحة يعني المسيح فصحنا في هذا الفصح أحبائي المسيح تمّم العهد القديم العهد اللي هو عهد القديم وابتدأ الآن في عهد جديد مضمون بل مختوم بدمه لغفران الخطايا هذا هو العهد الجديد بدمه اتختم بدم الرب يسوع اصنعوا هذا لذكره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر